السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصف الاول الاعدادي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير مع الفصل السادس عشر من قصة عقبة بن نافع بعنوان كاهنة جبال اوراس وصلنا في الفصل الخمستاشر عند فتح السوس الاقصى والادنى في الفصل ده بيقولنا ان عقبة بن نافع كان بيفكر في فتوحات جديدة علشان يعلي بها شأن الاسلام بس كان اعداء الله بيدبروله المكايد وكان على رأس الاعداء دول الكاهنة ملكة جبال اوراس جمعت الكاهنة ولادها التلاتة وقالت لهم جيش المسلمين لا قبل لنا بمحاربة مش هنقدر نحربه وانتم عارفين انه هو هزم جميع القبائل واخضعها لحكمه وليس امامنا الا حيلة واحدة ايه هي الحيلة؟ حيلة واحدة للقضاء على الجيش الاسلامي سألها اولادها السلاسة اولاد ملكة جبال اوراس اولاد هذه الكاهنة بيسألوها وما هذه الحيلة؟ فالكاهنة بتقولهم الحيلة الخدعة ان انتوا تذهبوا الى الطرق الطريق اللي مش فيه التي صار فيها الجيش العربي تمشي وراه تشوفوا الجيش العربي الطريق اللي مش فيه وتمشي وراه وتردموا الابار الابار اللي حفروها الابار اللي موجودة في الطريق اللي هما مشوا فيه هنردمها علشان لما يجوا يرجعوا من نفس الطريق حتى اذا ما عاد من نفس الطريق من نفس هذه الطرق لا يجدوا هذه الابار فيموتوا عاطشا يبقى دي الحيلة اللي عرضتها الكاهنة على ابنائها التلاتة خرج ابناء الكاهنة ومعاهم عدد من اعوانهم اللي هيساعدوهم الى الطرق اللي سلكها اللي مش فيها عقبة وجيش المسلمين في اثناء مسيرتهم الى طانجة وردموا كل الابار اللي موجودة على جانبي الطريق من غير ما يعرف عقبة بن نافع او اي حد من رجال بما دبرته هذه الكاهنة الا ان هذه المكيدة لم تنجح نجحت؟ لا طبعا ما نجحتش ايه السبب؟ لم تحقق الهدف المنشود الهدف المراد منها ليه؟ لان عقبة رجع من طريق تاني فكل اللي عملته فاشل ولما وصل الى مدينة طانجة وتقع مدينة طانجة في غرب جبال اوراس رأى البربر في حالة هدوء تام رأى عقبة البربر في حالة هدوء فظن القائد العربي عقبة بن نافع ان البربر خلاص استسلموا اخلدوا الى الاستسلام ولم يعد فيهم من يحب الحرب ففكر ان هم خلاص استسلموا ومش عايزين يحربوا فازنا لمعظم جيشه ان يعود الى القيروان قال خلاص الموضوع ما فيهوش حرب والناس استسلمت خلاص البربر استسلموا وامر الجيش ان هو يرجع تاني للقيروان منين؟ من شمال جبال اوراس يرجعوا للقيروان وما سابش معايا غير 300 مقاتل فقط وفي الفصل اللي بعد كده الفصل 17 هنتكلم عن استشهاد عقبة بن نافع هدوء البربر ده كان السكون اللي بيسبق العاصفة كان الهدوء اللي قبل العاصفة وبسرعة اول ما عرفوا ان عقبة صرف جيشه واللي معاه عدد قليل من رجال لقيت الكاهنة الفرصة قد سنحت وتيحت للانقضاض للهجوم على القائد العربي علشان يغضوا بطهار البربر اتصلت بزعماء القبائل اللي جمعوا نفسهم اللي زين حشدوا جنودهم عند قلعة تهودة حيث اتجه عقبة بن نافع اتفاجئ عقبة اتفاجئ القائد المنتصر البطل المؤمن اللي هز البلاط البزنط بانتصاراته وفتاحاته اتفاجئ بآلاف الجنود من البربر بيسدون عليه المسالج بيسدوا عليه الطرق والشعاب الطرق اللي بين الجبال وشعاب الجبال واعجبوا من هذا انه رأى كسيلة بن لمزم شاف كمان كسيلة بن لمزم بيتقدم هذه الجيوش وكان عقبة قبض عليه قبض عليه قبل كده وسجنوا لتصرفاته المعادية له ويطلب من عقبة لقى كسيلة بن لمزم بيطلب من عقبة انه يستسلم بيطلب منه التسليم وكان كسيلة قد هرب هرب في اسناء عودة الجيش الى القيروان لما الجيش رجع للقيروان هرب كسيلة ومر على القبائل بيدعوها انه هما يحربوا عقبة بن نافع ويحربوا جندي وبيستحسهم بيشجعهم انه هما يغضوا بالطار من المسلمين فكسيلة بن لمزم بيطلب من عقبة بن نافع انه يستسلم وتهيأ له تخيل ان عقبة هيستسلم سيرفع راية التسليم لانه امام جيش يضم الالاف من ابناء جبال اراس وهو معه شغر تلتميت جندي ولكنه زهلا اندهش كسيلة لما شاف عقبة لما رأى عقبة بيتقدم الجنود في جرأة نادرة وبينادي فيهم انها الشهادة ايها المؤمنون واندفع بفرصه وسط البربر بيهلل لا اله الا الله وبيكبر الله اكبر وبيضرب بسيفه يمنة ويسرة ويتلقى ضربات الاعداء بيدرب يمين وشمال وبيتلقى ضربات الاعداء في صبر وثبات وكان رفاقه التلتميت جندي اللي معاه برضو اقتحموا بدورهم حشود البربر برضو اقتحموا البربر وظلوا يقاتلون ويقاتلون حتى احضق بهم البربر يعني احاط بهم البربر من كل جانب فاستشهدوا جميعا وخضبت دماؤهم الزكية ارض تهودة ورقد عقبة ورفاقه في قبور بتلك البقعة التي ما زالت معلما من معالم التاريخ واستشهد عقبة ابن نافع بعد سنوات قضاها عقبة مجاهدا في سبيل الله او رائدا دينيا يعلم المسلمين اصول دينهم وباستشهاد عقبة ننتهي من احداث قصة عقبة ابن نافع بتمنى كوني ارتفتكم بشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر